زي ما دايماً الرئيس حتى عبدالفتاح السيسي دايماً يتحدث في هذه النقطة التحديدة لوح ذاك طرحت فكرة أو مصطلح التنوير وأظن مصطلح التنوير هو مصطلح معقد وليس مصطلح بسيط والمسؤول عنه مش فقط وزارة التربية والتعليم هي مسؤولية متكاملة مسؤولية مركبة بين وزارات وبين جهات مختلفة بما فيها المجتمع بما فيها الشخص حتى بما فيها الفرد لكن بدايةً والإعلام صحيح طبعاً مؤسسات الإعلام المختلفة هي مسؤولة الإعلام ليه دور مهم جداً صحيح عن التنوير في المجتمع وحتى مصطلح التنوير فيه اختلاف على مفهومه على معناه على أية حال خلان نعود مرة أخرى للمشروع القومي للقراءة فيه وجتين نظر في هذا الموضوع يا أستاذ محمد بعض الناس بتذهب لأن إحنا كمجتمع مقلين في فكرة القراءة عندنا معدل القراءة في المجتمع أقل من دول متقدمة أو دول أوروبية أو غربية بشكل عام وربما دول عربية وفي بعض الناس بتقول لا إحنا حتى لو إحنا مقلين في قراءة الكتب الورقية لكن في بعض الناس بتذهب إلى الكتب البدئف الكتب الإلكترونية الحديثة مع صعوبة قياس مؤدل القراءة للمجتمعات هل نحن مجتمع مقل للقراءة ولا يعني مناسب لمعدل القراءة عندنا مناسب للمجتمع والله يا فندم إحنا مجتمع مقل خاص تماما طبعا إحنا مرة تانية المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام بدأنا يعني أول آية نزلت في القرآن اقرأ ففي أمة اقرأ والثقافة العربية القراءة بشكل عام شبه قليلة جدا 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 لدرجة وده بسبب إيه بقى؟ ده بسبب إن إحنا دلوقتي كتير جدا من المؤسسات الاجتماعية محتاجة تساعد عن موضوع ده يعني مثلا على سبيل المثال وأنا طفل صغير من 40 سنة وانت فاكني كان فيه برامج في التلفزيون كل حلقة تلخيص معلومة عن عالم عن كتاب كنت يقولك في آخر الحلقة لو عايز تعرف أكتر عنه أو قيمة لو عايز تعرف أكتر عن العالم ده خد الكتاب دوك تخيل إحنا عملنا البرامج دي في قنواتنا التعليمية الجديدة أو قنوات حضركه الجديدة ونقول البرامج دي كل حلقة بتتكلم مع سن بقى من سن أولى ابتداء سنوي الجامعة عن علماء وشخصيات بارزة مش لازم يكون شخصيات توفت وماتت أو علماء بس لا ده ممكن يكون ناس أبطال حاليين ولو إنت عايز تعرف أكتر شوف الرابط دوة والحلقة دي تنزل على يوتيوب فالطلب يتابع القناة دي قناة ممتازة جدا وعليها عدد متابعين ومشاهدات عالية جدا يعني بمعنى صح إحنا بنتحدث بلغة المجتمع العصر الحديث مش بنقولهم مثلا روح اشتري الكتاب النقطة التانية والمهمة جدا طيب هل إحنا مجتمع مقل آه طبعا لسبب واحد أن إحنا أنا كأستاذ جامعي الطلبة كتير جدا جدا نتيجة تربية أولياء الأمور ومش قصدي حاجة بس ولي الأمر هي في مشكلة هو بيقوله يا ابني هاتلي في الآخر درجة معينة فالطالب أصبح لا يقرأ ولا يزاكر من أجل العلم والمعرفة والتنوير أصبح يزاكر من أجل الشهادة طب هل الشهادة مهمة؟ طبعا الشهادة مهمة والدرجة مهمة ولكن لب التعليم أصلا الثقافة فأنا خليت الطالب نفسيا في العقل الباطن يربط ما بين القراءة والنتاج المادي إيه هي الهدف الآخر أنا عايز حاجة معينة ملموسة طب تعال نقرأ لا لا أنا ما حابش القراءة خاصة كمان إحنا عندنا في طرق التربية ساعات في أسليب العقاب لأولياء الأمور لو الدرجات وحشة فأصبح في شكل يعني أو بالشكل اللي شعوري ألاقي نفسي أنا كواحد طالب ربط ما بين التعليم والألم التعليم والدرجات طب فين الكتاب؟ الكتاب أو ما بيخلص أنا برميه طب عشان كده إحنا محتاجين إعادة تدريب وتفكير صحيح طب أستاذ محمد بالحديث عن الرابط أو ما بين ما نقرأه وما نستوعبه وما بين مجموعة كبيرة من القيم وما أريد من صفات جميلة حتى أن يستوعبها أبنائنا ونشكل المجتمع من زوايا ثقافية مستنيرة مختلفة مرة أخرى خليني أسأل حضرتك سؤال تحديداً عن القيم المتعلقة بالوطنية والإنسانية يعني إحنا في ظل طبعاً الوطن في ظل تحديات كبيرة جداً وعيشنا سنوات طويلة في ظل تحديات والكثير من الأعداء في الداخل والخارج وحتى محاولات لزرعة أفكار غريبة على مجتمعاتنا المتسمحة ذات الحضارة إزاي نقدر نشجع ولادنا عن طريق الرابط ده الرابط ده يكون إزاي لما نكون عايزين نعيد تشكيل منظومة ثقافية من أول وجديد بالقيم الإنسانية والوطنية دي يا فندم بص يا فندم أو قبل أي حاجة بفكرة الأعداء هي فكرة إن العدو موجود أصلاً في كل جهاز عند الطفل أو عند الطالب فكرة بس أفكار غريبة عن ثقافتنا موجودة حتى في أبسط الألعاب الإلكترونية مش عايز ددي أسامي معينة بس في أفكار كلها غريبة بتدخل عند الطالب أطفل ابتدائي في سن مراقب بقى إيه في الآخر تطلع بشكل غريب الحل الوحيد لازم وعي من الإعلام نفسه نشر وعي من موضوع دوت ورقم اتنين مرة تانية بنقول لازم تبسيط الموضوع للطلاب مش لازم عقده يعني أنا دلوقتي عايزة أشجعه ما عودش أقوله يا ريت لو سمحت تروح إقرأ الكتاب ده اللي هو 300 صفحة هو أصلاً لا يقرأ صفحتين أنا كده هصعب علي بعجزه لأنه مش هيعمل ده بشكل إيه؟ جراجولي بالظبط كده نعمل الموضوع بشكل جراجولي بشكل تدريجي إزاي؟ إن أنا زي ما قلت لحضرتك في حاجة كده اسمها إيه؟ عصير الكتب ملخصات كتب فيديوهات جميلة صحيح الوقت بقيتنا منعمل حاجة اسمها خرائط زهنية كلها رسومات وحريك فكرة أيام كارتون بكار والحاجات دي طب ما بكر دوت مش نشر وعي وثقافة صحيح مش بكر ده بيمس الثقافة المصرية الأصيلة بصعيد مصر وأهلاك جدعان يعني هو والنوبة وأصوان ما هو ده كل نشر وعي وثقافة عي بس بقى الفرق إيه بقى؟ إن أنا بعد ما أدينه الأفكار دي كلها بشكل إعلامي بشكل جميل بشكل على فكرة الكتب المدرسية دلوقتي بقى فيها بار كود بار كود يعني إيه؟ يعني أنا ممكن وليه الأمر أو وليه الأمر يفتح الكاميرا البار كود يدخله كده هو على ملخص إعلامي سريع دعاية للكتاب أعمل سكان بالظب فالفكرة كلها إن الطالب الحديث والشاب الحديث هو كله عنده نوع من أنواع الزكاء اسمه صحيح